السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايب امي في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف. لو مهتمة بالاكل الصحي واكل الضيت ما تنسيش تشتركي بالقناة وتفعلي اول جرز عشان يوصلك كل يوم فيديو جديد. النهاردة هنعمل الفطير اللذيذ ده. انا كنت عملية واجبة للغدا. اه مش قادر اقول لكم الولاد اه كانوا بيتخانقوا عليه من كتر ما عجبهم. طبعا اللي يكلوا ما يصدقش خلص ان دي حاجة للضيت وكمان صحي والازيز. هقول لكم الحشوة اه اللي استخدمتها اللي هي احلى حاجة يعني في الطعم لي استخدمت نس كيلو من صدور الفراغ بعد ما صفرت البصلة كده في شوية زيت زتون زي ما احنا شايفين. آآ كنت مقطع الصدور رفيع قوي زي ما احنا شايفين كده. دول نص كيلو. وهحط لكم سعرات كل رغيف في صندوق الوصف. بعد لما آآ الفراغ هتتشوح كده مع البصل. هعمل ايه? هنزل بالتوابل بتاعتي. وهقول لكم التوابل بالضبط اللي انا استخدمتها اللي هي محلية جدا الفطيرة. دي فطيرة مميزة صحية لذيذة تناسب الضيت. والحشوة اللي محلياها اكتر. يعني مش قادرة اوصف لكم طعامتها قد ايه. وليقة جدا جدا مع الحشوة دي. التوابل بقى اللي انا استخدمتها ركزوا بقى. مستكة. وقرفة. وجنزبيل بودرة. وآآ كزبرة. وفلفل اسود. وزعتر. دي هي التوابل اللي انا استخدمتها. اهم حاجة المستكة. مفيش كمون. هو مستكة وكزبرة. وزعتر. وفلفل اسود وجنزبيل بودرة وقرفة. ودلوقتي هضيف بقى فلفل الوين وفلفل بس. هي دي الحشوة. وهقول لكم بقى هنضيف كمان ايه للحشوة بقى? آآ مجموعة من الجبن. آآ ضفتها. يعني آآ ضفت جبنة شيدر بس الكلام ده بعد لما تبرد. يعني آآ مش هنضيفها دلوقتي خالص. لان الجبنة انا مش عاوزها تسيح. هستنى لما الفراخ تستوي وتبرد. وبعدين هضيف عليها الجبن اللي انا قلتلكو عليها جبنة مزرلة وجبنة شيدر وجبنة حلوم. في الوقت بقى اللي آآ الفراخ هتبرد فيه وتكمل سويها هعمل الايه العجينة. العجينة عبارة عن نص كيلو من دقيق الامحي الكامل. النص كيلو آآ آآ اخد زرة ملح ومعلقة من الخميرة. حطيتها كده آآ في الحلة بتاعت العجين. وضفت عليهم آآ كوباية من المية الدافية. ممكن ياخدوا يعني كوباية ونص نص كيلو. ممكن ياخدوا كوباية ونص من المية الدافية. يعني على حسب برضو نوع دقيق اللي هتستعمليه. المهم ان انت هتفضلي تعجيني حتى لو هتعجيني باديك هتفضلي تعجيني شوية حلوين. لحد ما نحصل على عجينة نعمة طرية. مش شابسة طرية. وهوريكو شكلها دلوقتي. شايفين العجينة? انا مستطيعش تخمر ولا اي حاجة ولا تستريح. انا هبتدي ان انا آآ اسمها لآآ كور. آآ هعوص ايدي آآ دقيق. آآ زيت زتون. والآآ مكان اللي انا هقطع عليه العجينة هيبقى برضو عليه زيت. آآ هيعمله حوالي تمن آآ قطع من آآ الكور. بص العجينة نعمة ازاي. بطرية جدا. هغطيها بقى علشان آآ يعني آآ تستر ترتاح كده وتخمر. وهسيبها حوالي نص ساعة. بعد لما الفراخ بردت حشوة الفراخ بردت ضفت عليها بقى الجبن اللي قلتلكو عليها. وهنقلبهم كده طبعا الفراخ بردة. ده اللي انا عاوزيه علشان امش عايزة الجبن تسيح دلوقتي. دلوقتي بقى ايه غسلت الرخامة كويس وده هنتهى آآ سامنة بلدي. ممكن عاوزين تدهينه زيت زي ما تحبه. ما شاء الله شايفين العجينة هو هناخد بقى من اقدم واحدة عملناها. آآ الحجم بتاعها تضاعف. بطرية هي ونعمة. هنفردها كده. وهضيف آآ الحشوة اللي انا عاملاها الجبن مع آآ دجاج. والفلفل الالوان والفلفل رومي طعمهم رهيب مع بعض. وهنقفل العجينة كده زي ما احنا شايفين. وبالنشابة هندوس عليها. لو اي آآ لقينا يعني اي آآ حتة في العجينة تقطعت بنقفلها. والطاصة سخنتها. وبعد ما سخنت هروح ايه آآ نازلة فيها بال ايه بالفطيرة. هنتزي بقى ايه نضغط عليها كده عشان تستوي كويس. لو في اي آآ فتحات في العجينة بقفلها. بعد اول نص دقيقة بروح مضيرها للناحية التانية. بضغط عليها كده من وقت للتاني. شايفين هقلبها عن ناحية التانية. وادوس عليها. عاوز اقول لكم ان النص كيلو عمال لي تمن فطاير. الفطيرة مش بيعة مش هتقدروا تكملوا فطيرة. يعني هتاكلي نص الفطيرة وهتشبعك يعني مش بيع جدا. هكتب لكم طبعا آآ سعرات كل رغيف ان شاء الله في صندوق الوصف. ويعني هنفضل نضير فيها كده لحد لما نتأكد ان آآ ان هي استوت تماما. يعني كل ناحية بتاخد حوالي دقيقتين بالكتير. ما بتاخدش وقت خالص في التواصل. طبعا النار عالية. بعد لما تستويه هنجيب الفرشة وندهن دهنة كده من السمنة زي ما احنا شايفين بس بنلمع وشها كده وخلاص. دي تاني فطيرة نفس الشيء. لاحظوا ان العجينة بتفرد معي بسهولة. ونعمة قد ايه نعمة جدا علشان طبعا اتعجنت شوية حلوين. نفس الشيء هنحط كمية من الحشوة ونقفل كويس. ونروح على التواصل ونسويها. دي ايه القمح الكامل. طعمه حقيقي احسن بكتير من اديه الابيض اغير فوائده. آآ فيعني صراحة انتوا لازم تجربوا الوصفة دي هتدعولي. مش هتحسوا ان انتوا كلتوا فطير قبل كده. يعني كأنك اول مرة هتاكلوا فطير في حياتك. الطعم بتاع الفرح كمان مميز جدا في الفطيرة. بالتوابل اللي انا استخدمتها. يعني لازم تهتموا بكل الكلام اللي انا قلتوا بالزبط وتعملوه. لان يعني طعم الحشوة بالتوابل اللي انا عملاها فارق جدا بصراحة. الزعتر مع المستيكا طعمه مميز قوي لحشوة الدجاج. وطبعا ما ننسيش الكزبرة والزنجبيل البودرة ورشة الارفة والفلفل اسويدة هي دي التواب اللي انا هدفتها للحشو. وطبعا السمنة البلد دي طعمها غاني جدا وفارق فعلا في الطعم. يعني انا عملت فطيرة من غير دهنة السمنة فعلا السمنة فرقة في الطعم. يعني هي يعني دهنة بسيطة بس بتفرق. دهنة بسيطة بالفرشة. احنا يعني متقلي مش هنكمل ربع معلقة سمنة. لكل فطيرة. لازم نضغط عليها كده علشان تستويحلوه من جوة. زي ما قلتلكم هي ما بتاخدش وقت خالص يعني في الطاصل. لو عاوزين تستغنوا عن الجبنة وتخلوها دجاج بس. آآ هتبقى جميلة جدا جدا آآ برضو. يعني بصوها ما ننساش دهنة السمنة دي. زي ما قلتلكم بتفرق قوي في طعم الرغيف. آآ ممكن آآ تحتفظوا بيها بعد ما تعملوها في الفريزر وتطلعوها تدخلوها المايكرويف تبقى حلوة برضو. زي ما قلت ممكن آآ ما ما نحشيش جملة. تبقى دجاج بس. ولو حشنها دجاج بس هنلاقي بقى الرغيف بقى ينفخ لطبعا هو مش عارف فيها ينفخ دلوقتي عشان جواه طبعا الجبنة بس لو هتعملوه فراخ بس هتلاقوه الفطيرة قبت معاكو يعني. بس هي هتقب وترجع بتهبط تاني عايزة. لان هي آآ فعلا بتقب معايا آآ بس يعني عشان في جبنة جواها آآ ففالرغيف بينزل تاني بقى. وهفتحه دلوقتي وتشوفوه من جواه عامل ازاي. بصوا انا هنا صغرت شوية يعني ما فردتهش صغرته شوية بس لما تفردوه آآ بعد ما تقفلوها لما تفردوه من الشابة نتيجة افضل. فيعني بيبقى الفطيرة ارفع آآ بتبقى الحشوة آآ متوزعة فيها كلها. غير لما تكون آآ صغيرة كده زي ما اواريتكو يعني آآ افردوها افضل. انا حبيت ان انا اواريكو لو ما فردتهش هتبقى ايه? برضو بعدها دهنة السمنة دهنة بسيطة خالص بالسمن. آآ دول كده تمن ترغيفة ما شاء الله. هنفتح بقى ونشوف من جوا شكله عاملت زي. فطير لذيز. يعني هتحسوا فعلا ان انتو عمركم ما قالت فطير في حياتكو بالجمال ده. هنفتح دلوقتي فطيرة بقى ونشوف شكلها ايه من جوا. آآ من آآ يعني الارغيف من فوق ومن تحت شايفين رؤية ازاي? رؤية جدا. والحشوة بقى رائعة وطعم الدجاج مع الجبنة حقيقي تحفة تحفة وفلفل الالوان برضو والفلفل الرومي مع بعض. لو عايزينها طبعا سبايسي بتضيفه فلفل حراء هتبقى احلى واجمل. يا رب الفيديو يعجبكو آآ واتطبقوه تقولولي رأيكو في تعليقات. وعايزة بقى يا بنات لايك للفيديو. وانا اشوفكو على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بقى تصبحوا على خير. اشتركوا في القناة